انا بقول ايه? فاللي عايز يشتم ربنا يسامحه. انا ما برضش على حد. ما برضش على حد. لكن انا دايما لما بجاي اتكلم آآ falou لان انا عندي جمهور محترم فاهم انا بقول ايه? انا عايز اقول ايه? وعايز اوصل لجمهور النادي الاهلي ايه? مش بعد اقول اصل ده مش عارف ايه واصل ده? الكلام اللي بيتقلم لحضراتكو بقى بتسمعوه من بعد ما لا يشجع النادي الاهلي. فانا مش هرد على حد اللي عايز يشتم يشتم ربنا يسامح. انا 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 قلبي طيب اصلي. فربنا يسامحكم. فيش مشكلة. اللي عايز يقول حاجة يقولها. ولكن اه النادي الاهلي كبير. وحيفضل كبير. مهما كانت نتائج المباريات القادمة. مش بتكلم على نتائج مباريات قادمة. انا بتكلم على اللي فات. غير اللي جاي. مش بطولة هي اللي هتحدد النادي الاهلي ايه ومكانته ايه وجماهريته ايه وبطولاته ايه. هتزعل الجمهورة ولقدر الله لقدر الله حصل اي حاجة. واحنا كلنا هنزعل وكل حاجة. لكن. هو ده النادي الاهلي. احنا دائما ما نبحث عن شيء واحد بس وهو كيفية الفوز بالبطولة. احنا عندنا كم دولاب انا بس عايز افكروني كده. عندنا كم دولاب. ومساحتهم ادي ايه? مساحتهم كبيرة جدا. كم دولاب بيتحط فيه الكقوس والميدليات والناشين اللي خادها النادي الاهلي من كتر البطولات. فاحنا عملين نغير كل شوية. بجلس الادارة ياخد قرار بان هو يكبر الدوليب شوية لان الكسات بتكتر. لكن في بعض الانديه عندها كومودين وكده بيتحط وبيتحط فوقيه الكسات اللي متاخدة او الفازة زي ما هم عايزين. فانا بالنسبالي كل اللي يخصني هو النادي الاهلي. وحفضل اتكلم عن النادي الاهلي مش هتكلم فان دي اخر. استحالك. زي ايوة ده. يا جماعة يا ساميل من فضلك بلاش الحركات دي? بلاش يا يا ساميل. عشان دي بتزعل. بس انا انا عايز جمهور النادي الاهلي يمتع نظره بهذا الدولاب. فانا في النهاية كل اللي انا بقوله كل واحد من حقه يفرح بناديه. كل واحد من حقه ينبسط بناديه.